طبعا تصرحات كتيرة جاءت مبارح على لسان رئيس مجلس الوزراء في هذا الاجتماع وأن الحكومة طبعا يعني هذه التصرحات بتعكس اهتمام الحكومة وحرصها على تأمين كل السلع الأساسية لفترة طويلة زي الأمح وخلافه من المنتجات إيه أبرز التصرحات اللي حداك توقفت عندها؟ بص خلينا نقول في البداية أن زي ما حك أشرت في البداية أن الدولة بتولي اهتمام كبير جدا بعملية تأمين السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية وده مش من وليد اللحظة ده احنا شفناه من خلال السنوات الماضية بالأخص من بداية المشروع القومي للصوامع الاستراتيجية المتعلقة بتخزين الأمح لمواجهة أي أزمات أو أي طوارئ ممكن تحدث في المستقبل وده أمننا بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت بعد نشوب أزمة الروسية الأوكرانية وما تبعه من تدعيات على الاقتصاد العالمي من تزايد فيه أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية وبالتالي أسعار القمح وبالتالي الدولة المصرية بتنتهج سياسة الدراسات المستقبلية بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا عندي متغيرات كل يوم بتحصل فوفقا للمتغيرات دي أنا بحط سيناريوهات بس تشرف بيها المستقبل وفقا لإمكانياتي والموارد واللي أقدر أتجنب به أو أقلل من التدعيات السلبية اللي ممكن تحصل وبالتالي إحنا شايفين النهج ده خلال التمن سنوات بالتحديد الماضية بنشوفه على مستوى تأمين السلع الاستراتيجية بنشوفه كمان في إعادة اكتشاف الدولة المصرية لمواردها من جديد من خلال تعظيم القيمة المضافة لأي موارد إن أنا ما أطلعش الموارد الخام ومثلا أبيعه عشان أجيب دولار بس لكن وفقا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لازم يكون فيه طعميك أكتر للمواد الخام في الصناعة تعظيم الاستفادة تحويل بالضبط عظيم الاستفادة أو الاستغلال الأمثل للموارد الموجودة عندي وفقا للمفهوم العريض التنمية المستدامة